اجتمع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياضة اليوم مع فخمة الرئيس الفاكندي رئيس جمهورية غينيا كون اكري واجرى خلال الاجتماع استراض اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها الى جانب بحث عتد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها الجهود المبدولة في مكافحة التطرف ومحاربة الارهاب حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية وعدد من المسؤولين من الجانبين